رسميا النادي الاهلي يصعد لدور التمانية في دور ابتال افريقيا بعد التعادل قدام المريخ اتنين اتنين في مباراة من اسوأ مباراة الاهلي والمسلماني مباراة غريبة من كل النواحي سواء على مستوى اللعيبة او طريقة اللاعبة او حتى التغيرات او كل حاجة. هنجال في كل حاجة نهاردة بعد طول انتظار وبعد حلقات كتير ما نزدتش بالتوقف الدولي نرجع تاني للحلقات واول حلقة بتوقف دوري الاهلي والمريخ فالأول حالة يصعد لك انزل اعمل لايك عشان حالة توصل لك برعاد من الناس ويقوم بتبسكي كرافك كمان وفعل الجرس اول مرة تشوفني عشان يجيلك كل جديد ويلا بينا نخش في الحالة خطني رقم واحد في الهجات صيح. مسلماني النهاردة بدأ المباراة بنفس تقريبا تشكيل مباراة في تا كلاب في الكونغو وكان بيحاول يطبق نفس الشكل اللي كان بقدمه قدام في تا كلاب بدأ محمد الشبناوي وقدام مسير براهيم بدل ابنون نحت نمين محمد ياني نحت شمال ايمان اشرف سنايا في نص الملعب عمر السلية واليو ديانج بيلعبوا قدامهم افشع اليمين اضايق على الشمال وبيلعب قدام محمد شريف ومراوان محسن الاهلي كان بادي او مسماني بادي المباراة بيعتمد على شكله معان او بيحاول يطبقه لشكل كان بيحاول يطبقه لو كان بيطبقه مباراة في تا كلاب بني يخلي اضايق اللي بيلعب نحت الشمال ينزل جوال وورا مع نص الملعب اللي هو يستري من الكورة هو ابن اللعب هو يحضر اللعب وفي نفس الوقت بيخلي افشع بيعمل نحت اليمين علشان يبقى فاته يوملعب تماما نحت اليمين وكمان يكمل كمهاجم تالت معه لتنين مهاجمين محمد شريف ومراوان محسن دا شفناه قدام في تا كلاب كان بيحاول النهاردة يطبقه قدام مريخ السوداني وبيحاول يعمله دا في المريخ السوداني وعلشان الطريقة دي ينجح كمفروض تحصل نفس الحاجات اللي كانت حصل قدام في تا كلاب اللي كانت شوالة حاجة موجودة الدهار دا قدام المريخ السوداني الاومل مع مجترا المباراة الدي ووكان يحتاج ثلاث حاجات علشان يقدم نفس المباراة اللي كان قدمها قدام في تا كلاب اول حاجة ان اللعبين توازن denn النهار Gatherer اللعبون وهي بيكونوا فيقين او قدموا مش ات 그렇죠 لان الطريقة المسمنية يلعب بيهاوم لان الطريقة اللي يلعب بيها مش بيعتمد ولا على الاستحواز ولا على السيطرة ولا على الفرص والهجمات الكتيرة. الطريقة اللي بيلعب بها مسلمان اللي هو بيعتمد على اللمسات البسيطة. على اللقاطات القليلة. اللي هو بيوصل للجول مرة او اتنين او تلاتة بيسجل منهم اهداف. وده كان بيعتمد ان مجمين متوع الاهلي او اللعيبة الهجومية بتاعلي افشة وشريف ومروان محسن واجه يبقوا فيقين وفي يومهم. وده ما كانش موجود نهارده ضد المريخ عكس مبارك في تيكلاب. عكس مبارك في تيكلاب م بيروان كان في يومه وامشير كان في يوم واجه كام في يومه وعكس film في يومه. النهاردة الرباع الهجومي بتاعناد الاهلي كلهم مش في يومهم. وده خلا انه الاهلي هيجوميا ما كانش موجود وده اول حاجة ما كانش موجودة قدام المريخ عشان كده خالت الاهلي يطلع بالشكل دول. الحاجة التانية هو انه اغاييه يعمل دوره بشكل كويس جدا فى نص ملعب وانن ينزل نص ملعب يحضر لعب من الاهلي في الطريقة اللي بيلعبها النهاردة ان ما في السيناة العقاية كان بيعتمد ان وان من ما جاء تنزل ونص ملعب عشان يحضر اللعب. وده ما كانش موجود نهارده لأن قاية كان بيفكت الجورة بشكل كبير جدا. اجيه عمل ميز بساطة كتير جدا. اجيه النهاردة كان تاية بشكل كبير. ما كانش موجود من المباراة بشكل كبير. تول الشت منّ قد ذهن خير منها اللعبة المأعلى. والحادة lite Banglade لعب الكرة متاح في فورة لان ما في الصنع الععاب والطريقة اللي بيخلها جاي يخش يبقى لنعم كلمرة عشان يبقى صنع الععاب مكانش بتبقى بشكل كويس لان جايه مكانش في يومه وده الحاجة التانية اللي جايتخلى لي شكله غريب قدام المريخ عكسه مبارد فيه تكلامه. الحاجة التالتة كاملين ان افشا يكمل اه لقرب المطاة الجزاء او قرب التمانساشر بتاعت الخصم ويكمل كمهاجم تالت مع المهاجمين وده ما حصلش لان نهاردة افشا مكانش في يومه تماما. افشا نهاردة مقدمش اي حاجة في المباراة. شو اول ككل من اهل الاهلي مقدمش اي حاجة وغلطتين فرديتين من لعيبة الاهلي ادى ان الاهلي يخلط جهة الاول اتنين سفر. في البداية كورة ميتة جدا من نص المرعب بتترفع في مطاة الجزاء او بتترفع باللونة في مطاة الجزاء بدري بنومة وبطلعش مع الكورة ويخوش اللعب مهاجم بتاحهم بيحط الكورة بيتمعهم مميازة جدا في بعيدة. الجن الاول الاهلي. بعد ايه عربتون الجن التاني. الجن التاني بسبب حاجتين او بسبب تلات حاجات. الحاجة الاولى ان الرباء بتاع الهجوم مضغطش على عيبة المريخ وصوى ما كلها رحية تلعب الكورة من تحت لفوق. دي حاجة. الحاجة التانية ان محمد هاني تقدم له قدام جدا 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 عشان يضغر على اللعب يدخل عليه وكان الرباء بتاع نص المنعب او فيه الرباء نص المنعب اللي ام اا ايمن اشرف ويمحمد هاني ويديانجو وعمل رسولية اتلاقي الرباء قدون في نص المنعب اتضربوا بكورة واحدة بس. رباء كله متقدم عشان يضغط. اتضربوا بكورة واحدة. بسروا من اللاعب المريخ في دهر المدافعين اللي كانوا بيحاول يلعبوا اوفصاية جيم. بدل بنون كان طالع ايمن ياسر ابراهيم ما حاولش حتى يعمل اوفصاية جيم. وحتى لو كان حاول يعملوا ما كانش اوفصاية جيم لان اللاعب تاع المريخ زبط الوفصاية كويس جدا. وراحوا الفراد من نص مرعب بسجل هدف التاني. ودي غلطة تانية قد بقال يخش هدف تاني. وحصلت غلطة تالتة غريبة جدا من بدل بنون اللي كان تايه بشكل غريب نارده. وبيقدم مباراهم من اسق مبارياتهم مع الاهلي من ساعة ما جيه. اتضرب الجزاء من العدم للمريخ. ولكن المريخ دخل وضيع ضرب الجزاء. وده اللي ساعة الاهلي بشير التاني. لو درب الجزاء دي كان الجد كانت لعبك ضد الدنيا جدا 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 العبنان الاهلي ولكن المريخ بدأ ضرب الجزاء بتفرشت لأول اتنين ساعة. وشهد التاني على طول المسلماني بدأ بتغييرين. بدأ بتغييرين نزل وولتر بواليا ونزل طاهر محمد طاهر. وخرج مروم محصل وقضى ايه? وخلى شريف نحط الشمال التلوينج وبيلعب بواليا وحاور تشكيلها كلها لاربعة اتنين ثلاثة واحدة. والاهلي الشهد التاني كان شكله افضل نوعا ما شوية. ليه كان شكل افضل نوعا ما شوية? لان الاهلي تاني يضغط على لعبة المريخ نوعا ما شوية. تاني يحاول الغلاطات الدفاعية قلت قلت شوية. وكمان ان فيه غلطات فضلت مستمرة. اوله من الشارع اللي ناحية محمد هاني فضل مستمرة تاليبا لنهاية المباراة. ليه? لان اول حاجة محمد هاني بيدافع لوحده وفيش حد بيسانده. وفي اخر مباراة تماما لما موسماني فاول موسماني التاني يرى المباراة خلي اليو ديانج هو اللي يغطي مع محمد هاني. دي حاجة وخلي افش ينزل مسلا مع عامل صليا بنص الملعب. الحاجة التانية انه اردية الملعب سيئة جدا 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 اللي ابعد حدد من حدود. اردية الملعب اه اه بدت نطط كتير كورة عليها. مش مساعدة ان الاهلي يلعب على الارض كتير. حتى اشان نفسية الاول كمان ان الضغط بتاع لعبة المريخ قد ان الاهلي يعتمد على قرات طويلة لأكبر وقت ممكن. المريخ كان بلعب سطارة دفاعية الرباعي الخط الخافي الرباعي كويس جدا هو مع اخر مش بلعب دفاع متقدم. الاهيمة سطارة عنا رباب تانيين في نص الملعب في عاملة سطارة. والاتنين مهاجمين بيضغطوا على انادي اه بيضغطوا على المدفع متمرقين. حتى ج culpنا لقطة والمسلمانة بيقول اللي اتنين مهاجمين انتو الاتنين ما تضغطوش. انتو الاتنين بتندفعوش۔ итоге ممكن الي انتو الاتنين بتندفعوش لاني ممكن انتو الاتنين ده ما انتبقش فرضيت المعنى. شير التانى الاقل حاول انه يسجل هدف. حاول يوصد الجود. حاول يوصد الجود اكتر من الفرصة. حاول يسجل هدف المبرارة. وكمان اللي ساعد اللي على ده. انه لقابد المريخ ما كانش بتلعب ساشرة الاول. اذا مريخ انا بتضغط اول نصفر سكورة بتلعب ضاير اكتب ليه عم طول. ولكن الارضة اللي شير التانى لقابد المريخ التالي تهدى شوية. بتلعب ليه تهدى. تباصي. اه تهدى اللعب. هدى الرجل. وده ما كانش مقبول. ده ما كانش لو انت محتاج الى انت تتزود في متاجه وتدرت عن الاهل. ولكن ده كانش فيه منهضة. ولكن دربة الجزاء. دربة الجزاء رجعت الاهل في المبرارة ده لو انه يخش لقطة. وفي اخر لقطة المباراة ياسر براهيم بيحط الجرح التانى وبيضمن الصعود رسميا للاهل الملاعات اللي هو خلاص تمانية بنت والتحكيم والباعة منت حتى لو تخسر مباراة جاية من سنبا والتنين كسبة اي حد فيهم كده كده خلاص الاهلي صعد كده للمجموعة مبروك لكل اهلوية الصعود. مبروك الصعود مبروك كانت ممكن تقزم عليك جدا جدا المجموعة ولكن مبروك الصعود لكل الاهلوية وان شاء الله هو دور التمانية هو دور التمانية انت قدامها التلت فرق اول ودات اول ترجي فانت كده كده داخل عالمها معها ولكن مبروك الصعود الخروج من دورة مجموعات ما كان شيء بمقبول لان حامل لقب يحرق من دورة مجموعات ده شيء مش مقبول ولكن السعود هيدي ثقة لعابة جلال الاهلي يخلي مسلماني يفكر اكتر تماني مسلماني في مباراة الخارج الارض يفكر بشكل يعني اعمق شوية لان مسلماني المباراة بضع في تاكلوب كانت بالنسباني تفرق. مباراة كانت تفرق الظروف كانت مساعدائك فترة ربك كانت مساعدائك لعابتك كانت فايقة فقدت تكسب مباراة وتقدم مباراة قويسة ولكن النهار ده راجع ات تاني للشكل السيء خارج ارتك. مبروك كل الهلوية ولكن في الهو بالاخر ده رأي شخص واحد. اقول رأيك انت في كومنت سوبرات الاهلي والمريف ولد عطاعاتك من الفريق اللي تتوقع ده الاهل اللي قابله في دور التمانية. والحلقة عمي بيتك. سأش اعمل لايك شاء الحالة هتوصل الى اكبر عدد من الناس. قبل مراشيب ننزل عشان يجيلك كل جديد. وعمش اره على الفيس بوك راتيويت على تويتر. كم عاكس طواما شكرا حلقة الجاية. السلام.